اهلا بيكو في مطبخ الحكيم بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم بس النهاردة عايزين نعدل شوية في المقولة دي ونقول العقل السليم في الجسم السليم وبالاكل السليم بعد تمارينك في الجم جسمك بيحتاج يعوض الطاقة اللي بزلها من خلال وجبات غزائية معينة هتعيد الطاقة وتساعدك في اتمام مهامك الرياضية لكن بجانب الاكل المفيد لتمارينك الرياضية فيه انواع من الاكلة وكلتها هتقلل من التأثير الصحي للتمارين على جسمك عشان كده الدكتورة نانيس راجددين اخصائي التغذية العلاجية هتكلمنا النهاردة عن علاقة الاكل اللي بناكله باداءنا في الجم مساء الخير يا دكتورة من ورانا طيب ايه التغذية السليمة الخاصة بالرياضيين للحصول على افضل اداء وهل فيه فرق بينها وبين الناس العادية اللي بمتنرس رياضة اكيد اكيد فيه فرق شوية بسيط هو الفكرة ان احنا السعرات الحرارية اللي بياخدها الانسان العادي بنحددها على حسب طوله ووزنه وسنه واذا كان ستة او راجل الجنس مش كده تقريبا من 1200 سعر لحد او 1500 سعر لحد 2000 سعر تقريبا الرياضي بيحتاج 500 سعر زيادة من 500 الالف سعر زيادة حسب نوع الرياضة بس وكمية البروتينز انت عارف الرياضين بياخدوا البروتينز كتير عشان بيبقى فيه تكسير العضلات اثناء التمرين فيبقى دايما يعوض التكسير ده في منهم عايزين بيبناء بيحصل تكسير ده اثناء التمرين فهو عايز هو بيبقى فيه تكسير وبناء بس التكسير اكتر اثناء التمرين القوية اللي بيانوه فلازم يعوضوا بكمية زيادة فمثلا الشخص العادي لو بياخد واحد جرام لكل كيلو جرام من جسمه الرياضي مفروض ياخد اثنين اثنين جرام لكل كيلو جرام يعني اللي وزنه 80 كيلو 160 جرام بروتين صافي صافي يعني موزنش حتة اللحمة ولا موزن حتة الفراخ وقال دي كلها بروتين لا طبعا ان هي فيها نسبة فاتس كمان فيها دون النظام بقى افضل نظام لما بعده لما قبله واثناء وبعد التمرين الرياضي احنا ابتدي قبل التمرين بياخد ايه الفكرة من الوجبة اللي قبل التمرين ان انا بعمل فيها ارواء الاول لازم يكون مرتوي كويس قوي ياخدوا بالهم انه ما ياخدش المية بتاعته او اللي هيشربها في التمرين بس قبل التمرين لازم يكون شارب نصف لتر مية لان احنا بنحسش بالعطش غير لما بنوصل الديهدريشن تقريبا بنوصل الجفاف اه فلازم يكون مرتوي كويس قوي ده هيأثر على performance بتاعته يعني مع الوجبة اللي قبل التمرين لازم يهتم بالسوائل لازم يكون شارب كويس قوي قبل ما يروح الجام دي حاجة تاني حاجة نسبة الكربوهايدريت والفات والبروتين بتاعته اللي احنا العادية اللي احنا متعودين عليها لانه فيه اعتقاد اللي عند الناس كتير قوي انها لازم تاخد كربوهايدريت بس قبل التمرين والبروتين بعد التمرين كلام ده مش صح لانه الكربوهايدريت لوحدها او النشويات لوحدها ما بتخليش الperformance كويس الاداء الاداء كويس انت قلتلي فيه كده فيه نظرية لطيفة بحجم كف اليد اه اللي هي يحضر بيها الوجبة بتاعته احنا بنقول النشويات قد كف اليد البروتين قد نص كف اليد والدهون قد ربع كفل لانه الدهون اكتشولي فيه جزء في اللحمة او في الفراخ اي بروتين هيبقى جواه بعد جواه دهون طيب نحضر بقى التقطرحي قبل التمرين طيب احنا هنبتدي باول حاجة مثلا هنعمل ساندويتش اه فيه مشروب انت هتحضريه قبل الجيم اه عايزين المشروب الاول اه طيب هنبتدي بالمشروب الاول في عندي مشروب المشروب ده هيتوفر فيه كل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها ايوه كوب بيت اللبن دي اللي فيها البروتين المعلاقة اهوى الاهوى او الكافيين عموما قبل التمرين مهمة اوي اوي وبيدي طاقة وبيدي قوة تحمل خاصة للناس اللي بتشيل اوزان اوزان او حتى لو كاتد يوريشن بتاعت التمرين اكتر من ساعتين طيب قول المكونات منع الشاشة كوب بيت اللبن لوز او جوز هند وده مصدر للفات مصدر للدهون معلقة اهوى اتنين معلقة شفان وعسل هنخليهم تلاتة شفان عشان يبقى دا كده مظبوط طيب هنضربهم في الخلاط كده يبقى مشروب ايوه ده قبل التمرين بعد ايه هقول لحضرتك دايما الوجبات اللي احنا بننا الوجبات دي المفروض تكون قبل التمرين من ساعتين لتلاتة ايوه في وجبات سريعة بتتخذ قبل التمرين على طول زي مثلا موزة الموزة دي الكاربوهيدرات اللي فيها بيستغلى على طول تمام اوكي هنحاول ناخد كمان لوز ودي معلقة القهوة ممكن تحطوا عليها معلقة كاكاو كمان فتدي طعم حلو قوي اوكي ودي كوباية اللبح دي فيها دلوقتي الكاربوهيدرات والبروتين والدهون المفيدة طبعا العسل حسب الرغبة دانوها طعمه لطيف جدا وبيدي كل الحاجات اللي احنا محتاجينها قبل التمرين دوق طبعا جميل ممكن تحط عليه عسل على فكرة طبعا في عندي ساندوتش كده سريع برضو ده برضو وجبة قبل الجم ايوه هتزهر الانجريدينس عندنا على شف تفضاني تفضاني اوكي ده هنحط فيه طيب الدكتورة نانيس هتحضر وانا هقرالكم المكونات عندنا توست بني ربع ثمرة افوكادو مفرومة او مهروسة وبيضة مسلوقة طيب يعني انت حطتي حاجة على الافوكادو تانية اه بصل وطماطم عشان يبقى طعم اللطيف زي ما احنا تعودنا ومعلاقة زيت زيتون عشان مصدر اوميجا 3 اه هنفرش بقى فوقي البيضة ايوه تمام وهنجيب نحط عليه البيضة ده البروتين طبعا نخلو بالكو انه البروتين بتاع البيض في البيض اكتر اه طبعا فالناس ممكن تاخد بيض بطين بدل ما تاخد السفار لانه مليان كالوريز اه فيستحسن استخدام البيضة ايوه كده دي وقبة كاملة قبل الجيم بقلنا بساعتين مثلا اه احنا قلنا قبل الجيم بساعتين وفيه وقبة ممكن تكون سريعة قبل الجيم على طول اللي بيبقى عبارة عن موزة او واحدة توست بمربة لو هيقولوا على فكرة لو التمرين هيبقى اكتر من ساعتين كمان محتاج ياخد وقبة في النص يعني ما يكملش لازم يشرب اثناء التمرين كل ربع ساعة يشرب بالزبط كده ولو التمرين هيستمر اكتر من ساعتين لازم ياخد وقبة بسيطة ياخد وقبة بسيطة بس ما يكونش فيها دهون يعني دي مثلا هتكون بروتين بروتين مع كاربوهايدريت زي كوب بيت لبن مثلا بفراولة او باي فكهة خليت ده سمس اه دلوقتي هنعمل الساندوش التاني برضو ساندوش قبل التمرينات ايوه احنا بس بنعرض افكار انا هدوء ولا في الاخر اه طبعا في الاخر انا هدوء هناخد دلوقتي دي زبدة فول سوداني زبدة فول سوداني يا جماعة كتير اوي بيحبوها من الشباب وهي من الدهون طيب دكتورة بتحضر وانا هقرأ المكونات برضو وجبة زي اللي عملناها برضو قبل الجيم عبارة عن توس بوني وموز وزبدة فول سوداني وعسل ورشت بزور كتان هنا هي طبعا لزور الكتان كلمتني عليها قبل كده دي عبارة عن مصدر للزيوت الغير مشبعة اللي هي بيطلع منه الزيت الحار فدي بتبقى مصدر للدهون وزبدة الفول السوداني مصدر للدهون برضو إنما الفول السوداني كمان حضرك قلتلنا قبل كده ولا بزر كتان اه بزر كتان قلتلنا بزر كتان عشان اوميجا ثري ده هي رشة البزورة وبعدين بنحط الموز كمان عليه على فكرة في بلاد عندها الموز ده بكسرة بتعمل بيه كل حاجة بيعمله كل حاجة لدرجة بيعمله دقيق ويعمله منه عيش وبيحمروه في الزيت وحاجة اللي بيعمله منه عجب فأفريقيا أظن بعض البلاد عندها وفرة في الموز فالهي بيستغلوه استغلال جيد جدا اوكي هي الفكرة إن احنا قبل التمرين لازم نتأكد إنه في دهون عشان الدهون بتبتق من هاتي بقى أنا رايح التمرين مش هدوق مش رايح التمرين طبعا أبدأ باللي هو اللي فيه البيض لأنه حادق وبعدين نحلب اللي فيه موز هو بالدهون بتبتق من عملية الهضم فتخلي الإنسولين عندي والسكر تقريبا ثابت محصلوش سادن دروب وهو بيشتغل وهو أثناء التمرين بتاعه لكن وحنا في التمرين زي ما قلت لحضرتك هيعمل حاكتين الميا اللي بيشربها لازم تكون متعامة يعني ايه متعامة اللي هي فيها شوية فكهة بنسبة ربع الإزازة يكون فيها فكهة وعصير لمون عشان الأملاح اللي بيفقدها مع العرق وباقي الإزازة 3 اربعها مية كويس ودي يشرب منها كل ربع ساعة شوية مرموز برضو عشان أقول للناس برضو حلو ولا لا اه اوكي فاخر وبعدين حاجة تانية كمان مهمة جدا زي ما احنا قلنا مفيش دهون في أثناء المشروب اللي بيشربو ما يكونش فيه دهون أو الوجبة الخفيفة اللي بياخدها ما يكونش فيها دهون أثناء التمرين لازم تكون اللبن اللي هياخده خالي الدسم في الفترة دي إذا حاب يكمل أكتر من ساعتين طب بعد التمرين بقى هنبتدي بقى بعد التمرين طب بعد التمرين برضو لازم يكون فيه إرواق لازم برضو المية معانا لازم نبتدي ناخد حاجات ترجع الجليكوجين اللي طلع وترجع العضلات لأنه فيه زي ما قلت لحضرتك فيه جزء كبير منها تكسر أثناء التمرين فلازم أعوض الكلام ده بايه احنا زي ما قلنا بروتين مش كده بروتين والفات والكاربوهايدريت بس يفضل ان الكاربوهايدريت اللي تتاخذ تكون من النشوئت المعقدة اللي هي زي الحاجات البني اللي احنا بنستخدمها دي أو المكرون البني أو الرز البسمتي الحاجات دي كلها وزود شوية من البروتين في وجبة ما بعد التمرين حوالي ستين جرام بروتين وهو يمكن عشان كده هما اللي بيجوا يعملوا العصير بتاعتهم بيحطوا الوي بروتين هما مش بيحطوه على فكرة هو نوع البروتين اللي احنا بنكله في بيتنا إذا كان لحمة وفراخ قوتونا أفضل لأنه بيقعد مدة أطول الجسم مش بينتصوا بسرعة الوي بروتين من الحاجات اللي بتدخل الدم وبتطلع بسرعة فانت عايزها من مصادره الطبيعية لا هما بيستخدموه لأنه بيبقى عنده كمية بروتين في اليوم لازم ياخدها بس هي الفكرة انه بس حط سكوب من الوي بروتين على اللبن فيها 25 جرام لازم نتكلم في موضوع المكملات لأن الناس بتستعمل مكملات غزائية كتير ومنها أحماض أمينية وعايزين نقول لهم بس كلمة سريعة مش محتاجين الكلام ده يا دكتور أيمن لو أكلنا وخدنا الأحماض الأمينية من البروتين بتاعتنا ومصادرها الطبيعية هتقعد فترة أطول أطول في الدم هكتك بقى أجيب البرطمانات اللي قد كده دي هيا بس ماشي جيب أحكي لحدك الوي بروتين والحاجات اللي هما بيجيبوها دي مجرد بيزود الجرامات بتاعت البروتين للأكل يعني هو بيحط سكوب مثلا في خمسة عشرين جرام فيحط اتنين كده خد خمسين هو فروض ياخد ستين بعد اللعب أو بعد التمرين طيب بقية الأكل اللي هيأكله في البيت ما هيبقى أكستر هو محتاج انت اللي هتقعد احنا بنقسمها على اليوم كله فهم ديف الفكرة انه بيسهل على نفسه كمية البروتين اللي دخله عشان يبني عضلات أكتر طيب فيه سلطة انت كنت يعطينا بيها البعد التمرين بقى هنبتدي نعمل ساندوش تاني ده عبارة عن سلطة التونة بالأفوكادو برضو بنحط الأفوكادو حضاري وانا هقول المكونات سلطة التونة بالأفوكادو تونة وبصل وطماطم وأفوكادو فاحنا يعني بتحطي كده زي أرضية للساندوش دايما نحط الأفوكادو يا جماعة ده مصدر كويس جدا المونوانساتوريتد فاتس اللي هي الضهون المفيدة ومهمة قوي 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 بالشباب اللي بيلعبوا رياطة طيب برضو من الحاجات المشباعة لطيفة كاستشارية تغذية ان ما بنحتاجش المكملات الغذائية بدان بنأكل أكل متوازن وبنراعي ايه اللي قبل التمرين وإلى أثناء التمرين وإلى بعد التمرين فأنا مش محتاج أجيب مش محتاج إلى مكملات زيادة وأحمد زيادة لان احنا برضو الدكتور قالت لنا في الفقرة اللي فاتت في دكتورة الغذة للصماء والبطنة قالت لنا ان دي بتعمل لود على الجسم وما هيش مطلوبة بالشكل اللي هم فاكرينه التغذية السليمة كافية انها هتكون لهم عضلاتهم وحاجته طيب احنا في عندنا مشروب تاني دلوقتي اللي هو بعد التمرين ممكن يتاخد بسرعة بقى لان خلاص وقتنا اللي هو ايه نقوله طيب هو برعا بطاطا بطاطا موجودة عندنا في البيت طبعا ما شوية او مسلوقة بنحط عليها رشة ارفة هتحطي ربع كباية بطاطا مع شوية ارفة وجسط الطيب وكباية الحليب والعسل ده توقع طعمه يبقى جميل جدا بس هنا طبعا الخلاط احنا كده اخدناه وهم شافوا انه الكلام ده هيتضرب في الخلاط فما فيش مشكلة خلاص واضح احنا بنشكر الدكتورة نانيس على معلوماتها المفيدة ديت ونورتينا في مضمخ الحكيم كالعادة الجيم والتمرين الرياضية جماعة مش وسيلة نحقق بيها مظهر كويس وجزاب بس الجيم والتمرين الرياضية زي ما قلنا هو اسلوب صحي للحياة لازه تبقى جزء من روتين يومك هينعكس على جسمك وعلى حالتك النفسية كمان دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من الحكيم في بيتك استنونا الاسبوع الجاي بموضيع كالعادة مختلفة ومهمة لصحتكم وكل من يتابعنا لكم مني أرق تحياتي وأشوفكم بعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر